أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدور المحوري الذي تطلع به الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وصون المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت للمملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ونوها سمولي العهد بدور منتسبي الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطنية المخلصين في رفض مسيرة الخير والنماء والسهر على راحة وأمن الوطن والمواطنين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقسل الزيبية بمعالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة رئيس جهاز الأمن الوطني بمناسبة تعيينه حيث هنأه بثقة الملكية السامية متمنيا له التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خدمة للوطن والمواطنين متمنيا سموه لرئيس جهاز الأمن الوطني التوفيق والسداد في مهام عمله مشيدا سموه بكفاءة وخبرات التي تؤهله للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه وأشار سموه إلى أن التنمية الشاملة التي تسعى مملكة البحرين لمواصلة تحقيق زيادة في وطيرة مسيرتها والعمل على تنفيذ الأهداف والمرتكزات الاستراتيجية لها ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والاستقرار والذي ينعم به الوطن وكافة أبناء البحرين بفضل ما تقوم به الأجهزة الأمنية في المملكة بكل اقتدار على يد كفاءات وطنية وبتكاتف المجتمع البحريني كشريك أساسي في عملية في عجلة التنمية من جانب أعرب معالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة عن شكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تهنئته بمناسبة تعيينه وتوجيهات سموه السديدة دعين الله أن يوفقه لتحمل هذه الأمانة الوطنية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وشعب مملكة البحرين اشتركوا في القناة